برنامج رمضان لهذه السنة على قنواتنا الفضائية في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء تلتقون مع رسوم متحركة بعنوان لوث أفكار أبنائك في تمام الساعة الثامنة والنصف تلتقون مع مسلسل إنس الترويح في تمام الساعة العاشرة تلتقون مع مسلسل لا يوجد عندك وقت لتقرأ القرآن أما في تمام الساعة الواحدة ونفس صباحا تلتقون مع المسلسل المتميز اتصحر ورقد وقابلني لو صليت الفجر ويكون موعدنا طبعا مع المسلسل الذي تذيعه أكثر من مئة قناة عربية مبروك عليك رمضان فاتك مع الأسف هذا أعلامنا وهذا واقعنا والسؤال المطروح ماذا يريد الله مننا وماذا تريد مننا هذه القنوات الجواب في قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما لقد أخذت هذه القنوات على عاتقها مهمة إفساد أخلاق المسلمين فينقلب شهر رمضان من شهر صيام ورحمة ومغفرة وعتق من النار إلى شهر برامج طبخ وفوزير ومسابقات ومسلسلات أما الرجال فحدث ولا حرج تجدهم عاكفون في المقاهي حتى الصباح دخان وشيشة لعب ورق فهل هكذا كان حال السلف وهل هذا هو المقصد الصحيح من شهر رمضان قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فيا مستكثر رمضان أياما معدودات يا من أتعبك قيام الليل أياما معدودات يا من اشتد عليه الضمأ أياما معدودات يا مستثقل القرآن والذكر أياما معدودات دعاك الذين اتبعوا هواهم وكان أمرهم فرطا لازم الصالحين وأقبل إلى ربك تبارك وتعالى أقبل إليه بالدعاء وأقبل إليه بالصلاة وأقبل إليه بقراءة القرآن واعلم أن لله عند كل فطر عتقاء من النار وذلك في كل ليلة فهل أعتقنا الله أم لا زلنا على قائمة الانتظار جعلنا الله وإياكم من العتقاء إنه ولي ذلك